شهادة مكسبها مية في المية يعني لو حطيت فيها مية ألف جنيه هيبقوا متين ألف لكن مدتها قدية ومن البنك اللي بيقدم الشهادة دي وإيه هي مميزتها وليه مش هتقدر تستثمر فيها من تاني كل ده وأكتر هتعرفه معايا بس ستبعني في الفيديو ده الفترة الأخيرة بنوك كتير بقت تطرح شهادات استثمار بأعلى عائد تنافسي علشان تجذب أكبر عدد من العمل لها ومن ضمنهم البنك العربي الإفريقي اللي طرح شهادة لقطة بعائد مية في المية يعني اللي هتدفعه هيتردلك الضعف لكن إيه التفاصيل؟ أنا أقول لك البنك العربي الأفريقي أعلن عن طرح شهادة جديدة العائد بتاحها مية في المية بس بيتصرفوا في نهاية المدة اللي هي أربع سنين يعني لو قررت تستثمر فلوسك في الشهادة دي وحطيت فيها مبلغ مية ألف جنيه المية ألف هيبقوا متين ألف وهتخدهم في نهاية مدة الشهادة طيب افرد مش معاك المية ألف جنيه مش هتعرف تشتري الشهادة؟ ما تقلقش الحد الأدنى لشراء الشهادة هو خمس تلاف جنيه مع إمكانية زيادة الشراء بمضاعفات الألف جنيه والمكسب بيتحدد حسب المبلغ اللي انت تحطه في الشهادة ولكن خد بالك البنك بيمنع تجديد الشهادة بعد نهاية المدة وده على عكس شهادات إدخار كتيرة جداً وكمل البنك بيمنع كسر الشهادة إلا بعد مرور ست شهور على شراءها ومن بعد مرور الست شهور تقدر تكسرها براحتك جداً بس بعد خصم نسبة استرداد من إجمالي العائد على الشهادة 7% وقت الكسر في السنة الأولى وبنسبة 6% في السنة التانية و5% في السنة التالتة و4% في السنة الرابعة ومش متاحة إلا للأفراد وبس وحسب موقع مصراوي البنك العربي الأفريقي وضح إيمة نسبة الغرامة من كسر الشهادات اللي بيطرحها عموماً واللي مدتها بتكون 3 سنين قبل انتهاء مدتها والخصم من إجمالي العائد اللي خدته مش من أصل الشهادة يعني لو قررت تشتري أي شهادة من البنك نسب الخصمة هتكون زي كده في السنة الأولى هيتخصم 2.75% من إجمالي العائد خلال مدة ربط الشهادة مش من أصل الشهادة وفي السنة التانية هيتخصم 2.40% من إجمالي العائد خلال مدة ربط الشهادة والسنة الثالثة هيتخصم 2% من إجمالي العائد ودلوقتي يقولنا رأيك في شهادة البنك العربي الأفريقي